موسيقى موسيقى نسأل خير تبدو كلمة المشرق لدى الكثيرين أيقونية فيما يراها البعض من زاوية سياسية ويأخذها البعض إلى العروبة ويعريها البعض منها المشرق The Levant هذه البقعة التي حضنت حضارات وديانات وامبراطوريات وانكسارات وخيبات واحتلالات هو المصهر الاجتماعي المعرفي للعالم القديم الذي حاول بعض التنويريين أن يأخذوه إلى المعاصرة والحداثة قبل مائة عام فلم يفلعوا من الجغرافيا إلى الدينوغرافيا والاجتماع والسياسة سنحاول رصد تحولاتي وأفاق المشرق مع شخصية عملت خلال السنوات الماضية على لملمة الشظايا المشرقية وترميم العروبة فيه سنحاور في أجراس المشرق الأستاذ الكاتب ناهد حتر في النقاط الساخنة من الواقع والأفق في المشرق ولكن أعزائي قبل الحوار دعونا نقدم لكم صورة شخصية للأستاذ حتر ولد ناهد حتر في السلط بالأردن عام 1960 وفيها تابع تعليمه وحصل على ماجستر في الفلسفة وتخصص في التاريخ الاجتماعي الثقافي الأردني وهو ناشط يساري وكاتب سياسي منذ عام 1904 اعتقل مراراً وحكمة ومنع من السفر والعمل والنشر كما عمل على تطوير قراءة جديدة تدمج المشروع الياساري الاجتماعي والمشروع المشرقي وأسس المنتدى الاجتماعي الأردني وجمعية الإخاء الأردني السوري ومركز التقدم المشرقي له عدد من الكتب منها التراث والغرب والثورة ودراسات في فلسفة حركة التحرر الوطني ويساري أردني على جبهتين وربيع زائف وصراع الاجتماعي في الأردن في الثمانينات والليبرالية في مواجهة الديمقراطية ولمعزب رباح دراسة في التراث الأردني وهو يكتب حاليا في جريدة الأخبار اللونة أعزائي أهلا بكم في أجراص المشرق في حوار مع الكاتب الأستاذ ناهد حتر أستاذ ناهد يلاحظ أنه من بدايات كتاباتك حول المشرق والمشرقية أنك كنت مهجوسا بالسياسة في المشرق من دون الغوص كثيرا في مفهوم المصطلح هذا المصطلح الذي فجأة أحبه الناس أو تكلموا به لماذا؟ الموقف السياسي لدي تشكل على أساس رؤية فكرية لكن في عرض هذا الموقف لجمهور العريض هناك محددات المحدد الأول ضرورة الوصول إلى تحشيد أكبر عدد ممكن من الناس وراء فكرة نضالية والمحدد الثاني أنني أكتب للصحافة اليومية وهذا يحدد المساحة ويحدد اللغة والمحدد الثالث ضرورة الربط في أذهال الناس بين الفكرة المشرقية وبين الحدث السياسي الراهن لأنه من خلال سخونة هذا الحدث تستطيع أن تثير الفكرة في أذهال الناس وتقول لهم أن هناك أفق The Levant The Levant هو تعبير حضاري أركيولوجي مقابل تعبير سياسي استخدمه الغرب الاستعماري هو الوريانت الشرق لذلك لدينا شرق أدنى شرق أوسط شرق أقصى وهذا التعبير الذي نجم أصبح متداولا بعد الحرب العالمية الثانية علماء الآثار استخدموا هذا التعبير للتغلب على التقسيمات السياسية والاجتماعية التي حصلت جراء العمل الاستعماري في المنطقة المشرقية هذا المصطلح كيف يقرأ في السياسة الآن؟ الأزمة السورية كانت مصهرا لصراعات إقليمية وعالمية بالتأكيد ولكن علينا أن نلاحظ أن الحرب في سوريا والحرب على سوريا شقت مجتمعات بعينها شقت المجتمع اللبناني والمجتمع العراقي والمجتمع الأردني والمجتمع الفلسطيني بمعنى أن الصراع في سوريا وهي مركز المشرق تحول إلى قضية داخلية إلى صراع داخلي في هذه البلدان لماذا أصبحت القضية السورية قضية داخلية في هذه البلدان الخمس في هذه البلدان الأربع مع سوريا هناك من الواضح أن هناك رابط جيوسياسي أساسي يتعلق بالحدود المتداخلة يتعلق بالتأثيرات المتبادلة يتعلق بحقيقة الأمن المشترك الأمن القومي المشترك لهذه البلدان والتداخل الديمغرافي السياسي والتداخل الديمغرافي الاجتماعي كل ذلك يطرح على طاولة البحث السياسي في العالم العربي حقيقة واضحة اسمه المشرق بالمعنى الديو سياسي و الآن ننتقل إلى مستوى آخر في المستوى الثاني هناك نقاش هل هناك شخصية هوية خاصة للمشرق بالمعنى الحضاري أم لا؟ هنا يمكن أن نناقش في البعد الثالث هذا المشرق هل يمكن أن نفكر باختراق تنموي تحديثي حقيقي في إطار لبنان أو في إطار الأردن؟ هل وحدهما؟ هل يمكن أن نتصور اختراق تنمويا لا يشمل هذه المنطقة؟ الأزمة أساسا بيّنت حقيقة اقتصادية بلغة الأهمية وإن كانت غير مكشوفة أن حجم التبادل الاقتصادي مثلا بين بلد مثل الأردن وسوريا بمعناه الشامل وليس التجاري تبين في الأزمة أنه أكبر بكثير مما هو مرحوظ وما هو مسجل في البلوك المركزية وفي التداولات وبالتالي إذن لدينا على المستوى السياسي حقيقة لا يمكن نكرانها بغض النظر عن موقفك من هوية المشرق إذا كنت تؤمن بأنه هو هوية حضارية واحدة أم لا ولدينا حقيقة أخرى للمستقبل تتعلق بالتنمية ثم أخيرا لا تنسى أن القضية الفلسطينية هي قضية مشرقية بمعنى اسمح لي هنا أنا أسألك يعني قبل الأزمة السورية هناك قضية فلسطينية لم تثر الموضوع المشرقي بهذه الصورة وأيضا عندما كانت هناك أزمة لبنانية لم تؤثر على الحراك في المنطقة المشرقية ولا حتى في العربية يعني سوريا لم تتأثر طيلة كامل للأزمة اللبنانية لا بل تأثرت تنمويا بموضوع إيجابي وأيضا عندما حصلت الأزمة في العراق أيضا تأثرت سوريا إيجابيا هل هذا دليل يعني لماذا الآن صارت الأزمة بسوريا أصبحت الأزمة مشرقية بشكل عام لماذا لم تكن الأزمة مشرقية بشكل عام عندما كانت في العراق أو حصلت في لبنان أو بالأزمة الفلسطينية بالنسبة لفلسطين على أهميتها وقداستها وطابعها الرمزي بالنسبة للنضاء العربي هي بالنهاية طرف الأردن طرف واللبنان طرفي بالنسبة لسوريا المركز الرئيسي لبلاد الشام ما بقي من الشام هو الجمهورية العربية السورية بالأساس هناك تقسيم واضح في هذه المنطقة لا غبارة عليه يعني الحدود بين الأردن وسوريا لم ترسم حتى الآن وبين لبنان وسوريا لم ترسم حتى الآن فلسطين اغتصبت من بلاد كانت ما تزال سوريا سوريا تطابع وجزء من الساحل السوري اغتصب الأتراك أعود لك إلى الأهمية الاستثنائية لمدينة مثل الموصل هذه المدينة التي كانت مزدهرة جدا في عصور شتى ولكن في القرن التاسع عشر تحديدا كان يمكن أن تكون أساسا لنهضة سوريا عراقية بتوسعها الاقتصادي وهي الساكس بيكو كانت تبع لسوريا نعم بتوسعها الاقتصادي الضخم الذي حدث في القرن التاسع عشر من خلال تفاعل النموذج الفلاحي والبدوي والتجاري بالعلاقة مع الشام وبالعلاقة مع العراق حضور سوريا في العراق التاريخي والحضور المعاكس لا يمكن تجاوله لكن الحرب العراقية كان هناك في الحرب العراقية الأمر مختلف الحرب العراقية أثرت تأثيرا بالغا في بلد كالأردن وأيضا لا تنسى أن سوريا كانت قائمة وقوية وأنها دعمت وسندت المقاومة في العراق وطالما كانت الجمهورية العربية السورية قائمة وقوية وقادرة على دعم المقاومات في المنطقة بالنسبة لي كمشرقي عربي أفكر بالمستقبل التنموي للمنطقة ومعادن لإسرائيل يبقى نوع من الأطمئنان إلى أن هناك مركز ما لخوض الصراع في كل المنطقة لكن مع القنبلة التي انفجرت في القلب أصبح هناك خطر وجودي ومستقبلي هل خلفيتك اليساري الخلفية اليسارية أنت قادم من مكان يساري ويساري صل وتشضي اليسار في هذه المنطقة من العالم جعلك تنادي بالمشرق كمنطلق جيوسياسي وكيف يمكن توحيد اليسار في المشرقي لا والحقيقة أنا دخلت في معاناة فكرية طويلة المدى أنا تعرفت إلى أفكار أنطون سعادي وقرأت أنطون سعادي قراءة معمقة في وقت مبكر وكان من حص الحظي أنني قرأته على يد فيلسوف لبناني عربي كبير هو الدكتور عادل ظاهر وأنا كنت بالفعل مهجوس بأنطون سعادي مهجوس بهذا المشروع وأقرأ حوله سواء في الأديانة أو في التاريخ أو في الحضارة لكنني كنت بطبيعة الحال مجدودا إلى النضال الإساري بالمعنى النضال الاجتماعي بمعنى التعبير عن مصالح الطبقات الشعبية في الحقيقة هناك نقص أساسي في الفكر السوري القوم الاجتماعي يتعلق بهذا البعد بالبعد النضالي الشعبي في النهاية توصلت إلى حقيقتين الحقيقة الأولى أن المشروع اليساري غير ممكن في إطار الأقطار السورية كلهم على حدها ينتهي إلى جدار ثم أن المشروع اليساري ليس مشروع هوية وليس مشروع حضارة هو مشروع تغيير في السياسة والمجتمع لمصلحة الأغلبية الشعبية وفي هذه الحدود وبالمقابل يمكن لهذا اليسار أن يزدهر في إطار مشرقي يعني عندما يكون في سوريا عشية الحرب الآثمة التي نشأت فيها ثلاثة ملايين ونصف عامل صناعي إذن هل يمكن التفكير بيسار خارج أن يكون مركزه خارج سوريا بالنسبة للمنطقة كلها وبالتالي توصلت إلى إطروحها تجمع بشكل عضوي وليس تلفيقي بين رؤية مشرقية ورؤية يسارية والدمج بين هذين الأطروحاتين باعتقادي أنه فتح الباب وقد فتحه فعلا أمام العديد من الفعاليات من الأصول اليسارية وأصول قومية سورية أو عربية للاتحاد معا في حركة جديدة وهذا يفتحه أنا سألتك عن اليسار لأذهب أيضا إلى القومية الاجتماعية أو إلى الحزب السوري قومي الاجتماعي وفكر أنطون سعادي في هذا المجال يعني لا خلاف ما بين الامتباق الجغرافي ما بين الهلال الخصيب سوريا الطبيعية والمفهوم المشرقي ما عدا إذا كنت تريد أن تتحدث عن العلاقة مع إيران مع الحضارة بفارس أو مع الأتراك ولكن في ظل الحالة القومية يعني كحزب سياسي الآن كيف يمكن القبول بهذه الفكرة ألا يمكن أن يطلق على هذه الفكرة المشرقية أن هذه فكرة قومية وأن تذهب عميقا في السياسة فيها ضمن هذه المنتقلة لا أولا الفكرة المشرقية أكبر من الفكرة القومية السورية لا أقول أنها أحسن لكنها أكبر بمعنى أنها مطروحة كإطار جيوسياسي وتنموي بالدرجة الأولى وهذا يعني ودفاعي في مواجهة إسرائيل وفي مواجهة الأتراك في مواجهة الغرب وبالتالي فيمكن جميع كل عناصر حركة التحرر الوطني في هذه المنطقة في إطار حركة مشرقية بغض النظر عما إذا كانوا يؤمنون بأن هذه المنطقة تشكل قومية أو لا يعني هذا مخرج من الصراع الأيدلوجي التقليدي بين القومين العرب والقومين السوريين واليسار وهو ليس مخرجا تلفيقيا هو مخرج نضالي في الواقع ويستجيب لضرورات نضالية ميدانية أنا بالنسبة لي أنا توصلت إلى الإقتناع بأن المشرق هو حقيقة حضارية لكنني لا أفرض هذا على الآخرين مشكلة الحزب السوري القومي الاجتماعي أنه يريد أن يفرض عليك تصوره النظري والتاريخي والحضاري لكي يقبلك مشرقيا هذه نقطة السجال بينكم أعزائي اسمحوا لنا أن نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع الأستاذ الكاتب ناهد حتر وفي الموضوع المشرقي إذا سمحتم منتظرونا أعزائي أهلا بكم مجددا في أجراس المشرق في حوار مع الأستاذ ناهد حتر أستاذ حتر نحن في مشرق منذ ألفين عام تمسك بتلابيب دماغه ثقافة ما قبل يعني اللي عمره هذا المشرق اللي عمره عشر تلاف سنة بالألفين سنة الماضين الناس أصبحت مسيحيين ومسلمين والمسلمين هم الأغلبي الساحقة وهتان ديانتان ثقافيتان بامتياز في هذه المنطقة المسيحية والإسلام برأيك ماذا يعني المشرق لكل منهما؟ أنا في قناعتي أن هناك دين مشرقي وفي هذا الدين المشرقي تتوحد الرؤى الإسلامية والمسيحية هناك إسلام غير مشرقي وهناك مسيحية غير مشرقية في المشرق هناك وحدة لاهوت وحدة أفكار وحدة رؤى في المشرق الفكرة الأساسية للألوها يعبر عنها ببساطة وشاعرية جبران خليل جبران أما أنت إذا أحببت فلا تقل الله في قلبي ولكن قل أنا في قلب الله في هذه الجملة الشعرية البسيطة هناك مفهومان متناقضان للألوها والأديان إذا كان الله في قلبك فأنت على حق وأنت الحقيقة وأنت تستطيع أن تكفر الآخر وتقاتل الآخر وتبتعد عنه لكن لا كنت تسبح في قلب الله فأنت ستبع فتسبح مع أقريب هذا قريب من الصوفية أيضا نعم هذه الصوفية أيضا في اللاهوت العربي لما قبل الإسلام في المسيحية المبكرة في الأيروسية والنسطورية هناك تأسيس درؤى رأيناها في الإسلام وظهرت في الإسلام الإسلام عندما تأسس في الشام أصبح لدينا وهذه عبارة تقولها أنت حضرتك كثيرا أصبح لدينا إسلام شامي وإسلام عراقي إسلام مشرقي هذا الإسلام المشرقي متحرر من سطوة التعصب الديني والتكفير ومتحصب من سطوة تطبيق الحرفي للشريعة وبالتالي هو يقترب من رؤية بولوس الرسول التي أعتقد أنها هي أساس المسيحية المشرقية بولوس الرسول الأساس في أنه قطع مع اليهودية قطع مع هذا الإله المقاتل يهوى يهوى وقطع مع الشريعة لأن العهد الذي بدأه بولوس الرسول هو عهد قطيعة مع الشريعة وابتداء للضمير لعهد الضمير الشريعة تفرض عليك محددات من خارجك محددات سياسية اجتماعية أخلاقية من خارجك لكن الضمير الخارج من داخلك هو الفكرة الأساسية في طروحة بولوس الرسول هو الفكرة الأساسية في اللاهوت العربي ما قبل الإسلام والذي استمر مع مثلا غلال دمشقي غلال دمشقي الذي كان يعيش في حي دمشقي مسيحي وكان لا يمكن التمييز في فقهه وممارسته بين ما هو مسيحي وما هو مسلم فأنا أتحدث عن وحدة روحية لهذا المشرق تتجاوز الانشقاء تتجاوز الديانتين يعني في الواقع أنت تكلمت عن مسألة الضمير عند بولوس الرسول بمسألة الضمير حتى اتجاه الأمم الأخرى بولوس الرسول قال الأمم الذين ليس عندهم النموس إذا فعلوا بما في نفوسهم بما هو النموس فهم نموسهم لأنفسهم يعني تعمل ضميرك بتروح لعند الله مهما كنت أنت بالمقابل أن الإسلام سيدي هو يعني لنرى كيف خطب سيدنا محمد هرقل من محمد بن عبد الله إلى عظيم الروم أسلم تسلم وإلا حلت عليك لعنة الأريسيين نعم يعني هو كان يدافع عن مذهب في المسيحية وأرس ولكن في المحصلة المشرق لدى المسيحيين كلمة أثيرة يعني هي قريبة جدا منهم لماذا يشعر الكثير من المسيحيين أن المشرقية هي دائما إلى جانبهم لأنه أولا المشرق تأسس كصيغة جيوسياسية تاريخية تأسس من ازدواج حركتين تاريخيتين التنصر والتعريب يعني هذه العملية بدأت في القرن الثالث قبل الميلاد عملية التعريب يعني الرهى مثلا هناك شواهد على أنها كانت معربة في القرن الثالث قبل الميلاد كان دولة أرامية يعني دولة تباجرة والعلاقة بين الأرامية والعروبة علاقة وطيدة لكن نتحدث عن قفائل عربية بعينها نتحدث عن سليح تنوخ غسان بني كلب لخم جذام أو جذام طي تغلب في العراق نتحدث عن تعريب شبه شامل بالمعنى الحديث للعروبة بالمعنى الحديث للعروبة يعني عرب بالمعنى الاثني والثقافي نتحدث عن أن هذه العملية استمرت في القرون الميلادية الأربع الأولى وهذه العملية من يتابعها تاريخيا بتفاصيلها يلاحظ أنها أن الاستقرار القبائل العربية أن الاستقرار العربي في بلاد الشام والعراق ارتبط جذريا وعضويا بانتشار المسيحية يعني اللحظة التي بدأت فيها العربة والمسيحية في المنطقة كمشروع تاريخي هي لحظة إصلاحات جوستينيان نعم كما هو معروف جوستينيان هو الذي أدرك حقيقة المشرق بأنه لا يمكن أن يدار باستعمار خارجي لا يمكن أن يدار بدولة خارجية بدولة برانية فاحترف بهذه الحقيقة واحترف بإدارة جوانية صحيح أنها موالية للإمبراطورية لكن دولة جوانية هذه الدولة الجوانية أدت إلى خلق مناخ سياسي محلي لاستقرار هذه القبائل وتوتدها في المكان وكانت هذه القبائل بحاجة إلى روح إلى أيديولوجيا إلى رؤية للعالم تؤهلها لخلق هذه الرابطة في الشام العراق فكانت المسيحية وعندما يطل المرء على الجدل اللاهوتي للمسيحية الأولى في المسيحية العربية يدهش من حجم وعمق واتساع الميقاش اللاهوتي في ذلك الوقت مما يدر على حياة ثقافية ولذلك المشرق بطبيعة الحال المشرق عربي مسيحي مسيحي بالمعنى التأسيسي وهو استوعب الموجة الإسلامية لأن هذا الموجة الإسلامية هي موجة ثانية من العروبة يعني هناك موجة هناك عملية تاريخية اسمها نشوء العروبة في إطار مشرقي في هذه العروبة هناك موجات الموجة المسيحية التي استغرقت حوالي خمسة أو ستة قرون ثم جاءت الموجة الإسلامية لكن هذه الموجة الإسلامية أصبحت أيضا في بلاد الشام والعراق مشرقية ولم تكن بعيدة عن روح المسيحية المشرقية في نحت الإصرار على مفهوم المشرق العربي في نحت هذا المفهوم يعطي انطباع للمكونات الأخرى في المشرق بأنها خارج السياق الحضاري في هذه المنطقة بمعنى الأكراد، السريان، الأشوريين، الكلدان، الشركس الأرمن عندما تذهب إلى هذا المفهوم من المشرق العربي يمكن الكثير أن يحسون أنفسهم خارج هذا السياق لا، أنا في الحقيقة في حديثي عن المشرق العربي ما أسميه المشرق العربي لا أستند إلى مرجعية قومية عربية أو مرجعية بعثية إذن عن أي عروبة تتحدث؟ لا، أنا مفهوم القومية أرفضه باعتباره مفهوماً مستورداً من ثقافة الغربية وهو يؤكد على التماثل العضوي للشعوب وهذه نظرة بالنهاية سوف تنطوي على شيء من العنصرية ولكن الأفكار أخرى أيضاً مستوردة لكن العروبة هو حقيقة تاريخية يعني نحن نتحدث عن عروبة لا نتحدث عن إطار قومي يجمع كل هؤلاء الأقوام في المنطقة نحن نتحدث عن إطار كما تحدثنا سابقاً جيوسياسي ودفاعي وتنموي وإيضاً بالنسبة لي نتحدث عن إطار حضاري وتاريخي وروحي في هذا الإطار التاريخي والحضاري والروحي لا يبعد فقط المسيحي يعني لا توجد مسافة بين المسيحي والمسلم وإيضاً لا توجد مسافة حقيقية بين العربي والكردي والأرمني وهناك مناخ واحد لكن أنا أتحدث عن المشرق العربي بالمعنى الملموس للكلمة بالمعنى أن هناك عملية تعريب استمرت قروناً وأدت إلى أن هذا المشرق أصبح بغالريته العظمى عربياً سواء بالتحالفات العشائرية بالمعنى الإثني وبالمعنى اللغوي ولكن سيدي مجرد أن نقول كلمة تعريب معنات أن هذا الأمر قد فرد فرضاً يعني أنه لم يكن هناك عرب وكان هناك آخرون تمت عملية تعريبهم أنا لست في وارد هذا الموضوع لكن أريد أن أسأل هناك عروبة أطلقها حزب البعث هناك عروبة مقطورة بالإسلام يعني لا تستطيع أن تكون عربياً إلا أن أكون مسلماً هذه العروبات كيف يمكن للمكونات الأخرى في المجتمعات المشرقية أن تقبل بها أعتقد أن العروبة بالمعنى البعثي أو بالمعنى الناصري هي إيدولوجيا للاستخزام السياسي ليس لها أي عمق حضاري وهي في النهاية مضطرة لأن تكون أصولية ودينية مضطرة لأن هذه العروبة بالمعنيين الذين ذكرناهما تبحثان عن تماثل مستحيل بين أقاليم العالم العربي وتبحثان عن تماثل مستحيل بين المجتمعات المحلية وبين الثقافات المحلية وبالتالي العروبة البعثية والناصرية تريدان إلغاء كل ما هو تاريخي وحضاري ومحلي ومختلف في منطقة تمتد من الخليج إلى المحيط في هوية متخيلة ليس لها أصول تاريخية وبالتالي هي تفرض هوية قمعية في الحقيقة على مكونات موجودة لكن العروبة التي نطرحها هي عروبة بمعنيين بمعنى بسيط جغرى تاريخي أن العروبة نشأت في هذه الديار حتى الآن أصبح محسوما في الدراسات اللغوية أن اللغة العربية الشمالية التي تطورت الآن لم تنشأها في الجزيرة العربية نشأت في بلاد الشام وكل التاريخ العربي في حقيقته حدث في هذه المنطقة طبعاً نحن مضطرون لإستخدام كلمة تعريب بالمعنى العملية وليس بمعنى الفرض نعم بمعنى عملية تاريخية بروسس تاريخي لكن ليس بمعنى فرض التعريب لأن بهذا المعنى التاريخي الجغرافي الديمغرافي البسيط هي منطقة عربية وهي أيضا بمعنى أن هذه اللغة وهذه الروح التي تشكلت في المسيحية الأولى وفرضت نفسها على الإسلام لاحقا لها علاقة بقيم منتجة في اللغة العربية وثقافها كنت أريد أن أسألك عن العلاقة بين هذه العروبة هنا والمغرب العربي ولكن اسمح لي أن أتوقف مع فاصل أعزائي إذا سمحتم فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع الأستاذ ناهد حتر أعزائي أهلا بكم مجددا في أجراس المشرق في حوار مع الأستاذ ناهد حتر أستاذ ناهد سنتابع ولكن بقليل من الوقت العروبة في المشرق علاقتها بالعروبة في المغرب ولكن ما يهمني ما هو الرابط بين المشرق والخليج هل هناك عروبة واحدة تجمع بين المشرق والخليج هل مفهوم بالخليج للعروبة مثل المفهوم للعروبة الذي يراه المسيحيون والمسلمون في هذه المنطقة لنبدأ بالمغرب إذا سمحت يعني بالمغرب هنا أول شيء حتى لا يكون هناك التباس نحن نتحدث عن عالم عربي واحد له مصالح خطافة واحدة له مصالح مصالح استراتيجية واحدة وعدو مشترك نقول ذلك لكي لا يكون هناك التباسات لكن يعني علينا أن نسأل سؤالا فيما يتصل بالمغرب وهو في صلب الإجابة على سؤالك ما هي العروبة في المغرب العربي لماذا ماتت الكنيسة في المغرب العربي وبقيت في المشرق بقيت في مصر وفي المشرق هناك بالفعل عروبة وافدة إلى المغرب العربي وفود عروبة لم تتأسس يعني عندما نتحدث عن عروبة في المشرق نتحدث عن عروبة تأسست العروبة كلها تأسست بالمعنى بالمعنى التاريخي في حاضنة مشرقية في حاضنة مشرقية وهي وفدت أو توسعت باتجاه مصر وبلاد المغرب أخذها الإسلام معها نعم أخذها الإسلام وأصبحت مقتنة بالإسلام ولذلك يعني حتى بالنسبة للمقارنة مع مصر حيث يوجد مسيحيون المسيحية العربية مشرقية لأن المسيح العربي لا يرى إلى نفسه كأقلية بل يرى إلى نفسه كمؤسس للمنطقة وللمشرق وكجزء من العملية السياسية وكمساهم في الإنقلابات السياسية وفي الحركات السياسية وفي الحروب وفي القتال والعلاقة مع الجزيرة مع الدول الخليجية الجزيرة طرف يعني علينا أن نلاحظ أن الدعوة الإسلامية انطلقت في مكة وذهبت إلى المدينة ثم بعد وفاة الرسول وبعد انتهاء الخلافة الراشدة حتى بآخر الخلافة الراشدة الإمام علي كان في المشرق نعم الإمام علي مشرقي الإمام علي مشرقي الآن سأقول لك إمام علي مشرقي اختفى الخليج يعني عندما تقرأ تاريخ العربي الإسلامي لحظة مكة والمدينة لحظة قصيرة جدا وهامشية في الواقع الدولة العربية الإسلامية تأسست في سوريا والعراق نعم الدولتين الأموية والعباسة وكل فكر العربي الإسلامي تأسس في سوريا والعراق سواء الفكر العقلاني المعتزلي المذاهب التشيع والتسنن تأسس في العراق الزندقة الشعر يعني كل شيء كل شيء نعرفه بحضارتنا العربية والإسلامية هو حقيقة سوريا عراقي لحظة الخليج كانت لحظة عابرة حتى كما تعرف وأنا مع شكه للراحل طاح حسين حتى تشار المنسوب إلى الجاهلية هو في الحقيقة هناك شك أساسي إذا كان قد أنشئ في أنجب في بلاد الشام على الأرجح أنه أنجب في بلاد الشام أو أنا على يقين أنه أنجب في بلاد الشام وبالتالي 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 نحن نتحدث عن منطقة هي بالنسبة لنا صحراء شكل العلاقة معها ملتبس هل حقيقة هل يمكنني أن أصدق أن منطقة صحراوية كانت تنجب هذا العدد الهائل من البشر وتصدرهم إلى المناطق الخضراء حيث توجد ثروات طبيعية وحيث توجد زراعة أنا أعتقد أن هناك بالعكس هناك في لوع من التبدي بمعنى أن هناك قبائل عربية في بلاد الشام والعراق عادت إلى البداوة على أطراف عادت إلى البداوة تبدت وذهبت إلى سيف الصحراء هذا الأرجح لأن هناك أسطورة تقول أن هذه المنطقة الصحراوية القاسية أنها تصدر كل مجتمعات بكاملها تصدر مجتمعات بكاملها هذه أسطورة في الحقيقة القليجها مشي كانها مشيا وظلها مشيا في مدى التاريخ العربي الإسلامي ولكن النفط لم يجعله ولكن النفط النفط وإسرائيل لأن هذا الخليج ببنيته الاقتصادية والسياسية القائمة مرهون بوجود إسرائيل مثلما أن إسرائيل مرهون بوجود هذا الخليج هذه العلاقة ولذلك علاقة متعضية ولذلك التكفير السلفية التكفيرية الوهابية والسلفية التكفيرية وكل هذه الأفكار المعادية في حقيقتها للمشرق بكل تكويناته إنها صدى ليهوى صدى للصهيونية صدى للروح اليهودية المحاربة يعني أنا هذا كلام يحتاج إلى حلقات حياة ولكن دعني إلى الوقت كثير أصير سأدخل في موضوع أثير لديك سأتجاوز موضوع الدولة الأموية وتأسيسيتها بالعروبة قليلا إذا سمحت لي ولكن لنذهب إلى المسيحية في شرق الأردن أنت كتبت في هذا الموضوع كثيرا لأن الأردن ذو طابع اجتماعي واضح للمعالم ما هي مقاومات هذه المسيحية في شرق الأردن مقاوماتها الاجتماعية والسياسية رغم من قلة المسيحيين في شرق الأردن طبعا لا يمكن الحديث عن المسيحية الشرق الأردن بدون الحديث عن الدولة الغسانية والدولة الأموية فيما يتصل بالدولة الأموية هناك فقط أريد أن ألمح إلى نقطتين سريعتين الأولى أنه من غير المتصور أن هذه الدولة نشأت بعامل أرسله أرسل من مكة إلى الشام هذه الدولة كانت تتأسس دولة عربية كانت تتأسس وكان لبني أمية علاقات وثيقة بهذه المنطقة وخصوصا بشرق الأردن وكان هناك مشروع يتأسس في المشرق على هذا الأساس النقطة الثانية تتصل بأن الدولة الأموية تركزت عصبيتها الرئيسية في عشائر شرق الأردن والحقيقة أن هذه العملية تتكرر منذ الأنباط الأردن يقع على سيف الصحراء هو جزء من بلاد الشام ولكنه ليس في قلبها هو جزء يتبدأ هو يقع على سيف الصحراء بين الشام وبين البادية هو ليس مركزا وليس طرفا وهو يشكل شريطا أخضر شريطا رطبا أخضر على سيف الصحراء عندما تستقر القبائل في هذا الشريط الأخضر لا تصبح قبائل مزارعين فلاحين ولكنها في الوقت نفسه تحافظ على رابطة الدام لكي تدافع عن نفسها إزاء قبائل أخرى وبالتالي هذه هي الشخصية الشرق أردنية التي أعتقد أنها تتجسد أول ما تتجسد في العشائر الشرق أردنية المسيحية ميزة العلاقة الاجتماعية السياسية الناجمة في الأردن بين المسيحيين والمسلمين أنها علمانية بالمعنى العشائري يعني الرابطة العشائرية تعلو على رابطة الدينية وقد نظم الأردنيون مجتمعهم لتجاوز الخلافة الديني من خلال مسارين المسار الأول بناء تحالفات عشائرية فيها عشائر مسلمة وعشائر مسيحية وبالتالي أصبح الرابط العشائري والخلافة العشائري وفوق الرابط الديني والخلافة الديني الأمر الثاني في التوصل إلى دين شعبي هناك مفهوم الخضر يعني؟ الخضر الخضر يعني وهو قريب بين السلط وبين الفحيس؟ في ماحس في ماحس والفحيس في مقام الخضر هو في الحقيقة مثال على أن هذا المقام مسلم مسيحي في آن هذا مقام أردن مقام عربي أردن يتجاوز الانفصال الديني ولكن الخضر هو يعني هو جوارجيوس نعم وجوارجيوس باللغة الأرامية يعني تعني الحارث تعني الفلاح طبعا يعني نصير الفلاحي هذا جزء من الديانات الزراعية صحيح التي كانت في هذه المنطقة صحيح لكن هو لا لاحظ لاحظ الخضر الأخضر هو في آن واحد هو نصير الفلاحي المقاتل هو نموذج الفلاحي الشهر القردني الفلاحي الشهر القردني هو جزء من رابط قتالية هو فارس هو في آن واحد ليس الفلاحي التقليدي الذي ترك السيف والفرس الرمح والفرس وهو ليس الرعي الجمال في الصحراء أو الفارس الذي ليس له علاقة بالزراعة هو في آن واحد فلاح وفارس والخضر الأخضر هو نصير الفلاحين الفارس نصير الفلاحين هو نموذج الفارس الفلاح نموذج نصف البدوي نصف الفلاح نموذج الشرق أردني التقليدي وبالتالي انعكست هذه الحقيقة هذه الرؤية هذا الروح انعكست في دين شعبي ودين الخضر الأخضر الذي تنتشر مقاماته في كل الحق حران الكبرى نعم هو القديس الأكثر شعبية في المشرق نعم نعم هو القديس الأكثر شعبية من بيروت على الساحل الذي يقول أنه من هنا نعم وهو يعني لا أريد أن أنهي ذلك دون أن أقول بأنه أيضا علي من أبي طالب لا فتى إلا علي هو تماما كما حدثت الوحدة بين الوحدة الروحية بين المسيحية والإسلام في شخص الإمام الحسين الذي ذهب إلى استشهاد فردي بدون النظر إلى موازين القوى السياسية والحربية تماما مثلما ذهب المسيح إلى الصليب بدون اهتمام بموازين القوى في ظل دولة رومانية قاسية نعم في الحالتين هناك تكرار لفكرة روحية في المشرق كله أن الإنسان حر وأن على الإنسان مسؤولية فردية إذا مجتمعه وحضارته وبيئته وبلاده بغض النظر عن موازين القوى السياسية والحربية والعسكري والآخره أنت مسؤول أنت إنسان أنت حر وأنت مسؤول هذا ما قاله المسيح ما أكده ما أكده لهوت آيروس ونسطور وهذا ما أكده الحسين بن علي في استشهاده في في موقعة كربولاء وما أكده تموز وما أكده قبل المسيح والحسين تموز هذه منطقة فيها روح واحدة ولا يستطيع أولئك الذين يقتلون باسم يهوى وإن كان له ثوب إسلامي الآن في أندل الصونيين لا يستطيعون إنغاء هذه الروح المشرقية هذه الروح المشرقية سوف تنتصر واسمح لي أن أقول هنا في السياسة أن هناك من يحمل استلاح في سوريا دفاعا أولا عن هذه الروح ليس عن نظام أو عن سلطة ولكن عن هذه الروح أستاذ نهد للأسف انسرب الوقت وكثيرا كان لدي أريد أن أتحدث عن السوريا والوضع المسيحي فيها في ظل الحالة المشرقية وأيضا كنت أريد أن أتحدث عن العشائرية والحداثة كيف يمكن المواءمة بينهما ولكن هذا هو سيف الوقت أعزائي كل سياسة لا تنطلق من مصطبة الفكر هي سيرك يتقافز فيه البهلونات الفكر هو إعمال العقل للوصول إلى رؤى انطلاقا من الحقائق الماثلة أمامنا والمشرق والعالم العربي الغارق في الميتافيزيقيا في الموراء وعلى صراع مركوز على المذهب والدين يحتاج إلى الكثير من الفكر المؤسس على جغرافيا واضحة ومكتنزات علم الاجتماع للوصول إلى سياسات صحيحة شكرا جزيلا للأستاذ ناهض حتر على مجيئه إلى لبنان لتسجيل هذه الحلقة وحضوري في أجراس المشرق شكرا للزملاء الذين يعملون أسبوعيا معي على قرع أجراس المشرق وإصال هذا الصوت إليكم شكرا لكم أينما كنتم وسلام عليكم وسلام لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم